سهل إن الواحد يستنتج النماتش النهاردة إن شاء الله هيخلص ثلاثة صفره هو كمان طبعا برضو من ضمن الحاجات العزين نعرف حضراتكم بيها كمان على مستوى الدوري مبارح رابطة الأندية المحترفة منحت جائزة أفضل لاعب في الجولة الستاشر من المنافسات الدوري المصري لمحمد مجدي أفشة طبعا بناء على تصويت الجماهير الحقيقة كان بي نفسه يعني ومنافسة شرسة كل من محمود علاء من الاتحاد السكندري سيف الدين الجزيري من الزمالك ويمحمد الشامي من الإسماعيلي لكن طبعا كالعادة جمهور النادي الأهلي كانوا دايما وراء لعبتهم في أي استفتاء وده اللي نتج عنه طبعا فوز محمد مجدي أفشة نروح بقى لاستعدادات الأهلي لمواجهة منتخب السويس النهاردة طبعا الماتش ده حيكون ضمن منافسات دوري الـ 32 من بطولة كأس مصر هيلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ 16 مع الدخلية اللي تمكن من أنه يعبر مأزق أو عائق أسوان بركلات الترجيح طبعا الحمد لله لعبتنا جاهزين تماما وكمان عايزين نعرفكم من عمر السولية ابتدى برنامجه العلاجي لتخالص من الإصابة اللي كانت عرض لها مؤخرا في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود وإن شاء الله الموضوع يعدي سريعا ويرجع ينور الدنيا في الملعب بإذن الله اشتركوا في القناة